كل سنة وانت محمد مجد أفشا كل سنة وانت ولدنا 19 محمد مجد أفشا اللي في خلال سنتين حقق ست بطولات مع النادي الآلي تزوق كل البطولات اتنين دوري أفطال أفريقيا الدوري المصري الكاس المصري السوبر الأفريقي السوبر المصري قل لي عايز ايه تاني مجد أفضل من انك في أول مسلمين لك أو في أول سنتين لك بتحقق كل البطولات الممكنة اللي شارك فيها النادي الآلي وكمان بتحقق مداليا برونزية فبرونزية كأس العالم للأندية في مجد أجمل من كده في حلاوة لعب في النادي الآلي أفضل من كده لعب تزوق كل البطولات الممكنة للنادي الآلي محمد مجد أفشا مختلف معاك في كل البطولات الممكنة لأن ده تقليل في الطموح إن شاء الله لسه لا لا أنا بقول لا لا مش بتكلم عن عدد بتكلم عن إنك لعبت في كل التنوع دور الأبطال أفريقيا كأس سوبر أفريقي دور عام كأس مصر سوبر محلي سوبر أفريق وكأس العالم للأندية فبالتالي هو كل البطولات الممكن مشاركتك فيها أنت طبعا مشاركتش في كون فضرلية في دور الأبطال فبالتالي هو حقق كل الألقاب دي في لعبين بتدخل أندية بل أندية نفسها ما بتقدرش يتحقق كل الألقاب دي بالتأكيد جمهيري النادي الأهلي تموحها لا يتوقف وبالتأكيد محتاجين أننا نلعب أو نصل للنهائي ونلعب على كأس العام والظروف تخدم بإذن الله ونقدر نحق الحلم قادرين جدا وشوفنا قبل كده فرق وتيحت لها الوصول للنهائي وإحلم لأن الحلم في النادي الأهلي مهما كان قابل للتحقيق عشان تكون مسيرتك زي أفشا اللي لعب معلالي 86 مباراة سجل 16 هدف وصنع 20 وتأثير أفشا داخل الملعب فلحظات كتير جدا كان تأثير نوعي بالكيف أكتر منه كم عارف يا أفشا لو أنت منزلتش السبع أو التأثير الثامن مرات اللي جايين دول بعد اللي احنا عملنا ده الناس ممكن تعمل فينا إيه أرجوك قال ليك محمد مجد يا أفشا اللي احنا نعرفه كل سنة وانت طيب كل سنة وكل لعب في النادي الأهلي وكل لعب اختياره النادي الأهلي موافق ويتم دعمه بشكل كبير جدا من النادي الأهلي وأنا ثقة في الجيل ده كبيرة جدا الجيل ده بإذن الله هيسيب بصمات تاريخية أكتر وأكتر سبوره بس عليه زي ما قال بيتس موسيماني كل اللي محتاجينه شوية وقت